منذ مطلع اكتوبر عام 2019 شهدت مختلف المدن والمحافظات العراقية حراكا شعبيا مكثفا احتجاجا على الفساد والأوضاع المتدهورة التي تعصف بالبلاد واليوم يلتحق أبناء الجاليات العراقية في الخارج بذلك الحراك ضمن مسيرات واعتصامات مرتقبة في عدد من المدن والعواصم الحراك الجديد لمغتربي العراق ينطلق تحت عنوان انهاء الافلات من العقاب ويستعد لحشد المتظاهرين في مدن امريكية عدة بينها العاصمة واشنطن وفي ولايات ميشيغن وتكسس وكاليفورنيا ايضا اوتواء وايضا في كندا كذلك في مدن وعواصم اوروبية بينها باريس وبروكسال وجنيب ولندن ولهاي وكوبنهاجن وهلسينكي وايضا في مدينة مولبورن في القرى الاسترالية نشارك في التجمعات المنتظرة اليوم عدد كبير من النشطاء المعارضين للسلطات والاحزاب والمناهضين للنفوذ الايراني والميليشيات الموالية لها في العراق هذه المسيرات المرتقبة هي الاولى من نوعها فيما يتعلق بجهة تعدد المدن والتساع الخريطة وايضا الشعرات والمطالب المرفوعة وفقا للمراقبين فان قوام هذه التجمعات المعارضة في الخارج يعتمد على الشباب والمهاجرين الجدد لسيما الذين منعوا من العودة الى بلادهم بسبب بطش الميليشيات كانت قرار مفوضية الانتخابات العراقية بإلغاء مشاركة عراقي الخارج في الانتخابات المقبلة احد اسباب استياء هؤلاء المغتربين حيث يرى البعض ان هذا القرار قد يكون ناجما عن خشية بعض الاحزاب والميليشيات النافذة في الداخل من صوت جديد قد تحمله نتائج الانتخابات ولا تكون آلة القمع وتكميم الافواه في الداخل قادرة على اسكاته اما الاسباب الرئيسية للمظاهرات عراقية الخارج اليوم فهي الافلات من العقاب والاغتيالات والفساد اضافة الى كارثة حريق مستشفى الناصرية الاخير